على الرغم من اعتبار سياسة العزل الانفرادي تعذيبا يمارسه السجان بحق الأسير إلا أن استخدام هذا الأسلوب في السجون الإسرائيلية آخذ بالازدياد حيث تضعف عدد الاحتجازات في العزل الانفرادي خلال العامين الأخيرين بشكل كبير إما بعزل طويل الأماد أو عزل عقابي أو عزل أثناء التحقيق تجدده مصلحة السجون للأسير كل ستة أشهر يعتبر جريمة بموجب القوانين الدولية لأن التعذيب هو أمر ممنوع بموجب القانون الدولي اتفاقيات جينيف الأربعة السارية على المعتقلين الفلسطينيين ولكن أيضا اتفاقية مناهط التعذيب والتي وقعت عليها دولة الاحتلال ومن هنا نحن نقول أنه للأسف دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي واجب التطبيق على الأسرى الفلسطينيين حيث أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الاحتجازات في العزل الانفرادي بين الأعوام 2012-2014 من 390 أسيرا إلى 755 بفترات متفاوتة وما زال يقبع حتى اليوم قرابة 15 أسيرا في العزل بأحكام عالية في سجن مجدو وعسقلان وإيشل وأهلي كيدار تمارسوا ضدهم انتهاكات مختلفة أسرى العزل في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون للتنكيل بشكل دائم من خلال فرض عقوبات إضافية عليهم وسحب المقتنيات الشخصية لهم وحرمانهم من الخروج للفورة بشكل منتظم بإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي وأيضا بفرض عقوبة منع الزيارات لفترات متباعدة عدا عن مكوتهم في العزل الانفرادي في هذه الزنازين النتنة والضيقة التي لا تصلح للبشر لفترات تصل إلى سنوات وعلى الرغم من تحريم القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدم العزل بحق الأطفال والأسرى الذين يعانون مشكلات نفسية إلا أن قوات الاحتلال عزلت عددا من الأطفال والنساء في سجون انفرادية زج الأسرى في العزل الانفرادي لفترات متفاوتة هو أسلوب بشعة تستخدمه السلطات الاحتلال لإذلال المعتقلين وتصفيتهم جسديا ونفسيا وحرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي خاصة أسرهم ومحاميهم ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين رمال